تعالوا بقى نشوف الانتخابات في مصر اللي ان شاء الله 11 و 12 أغسطس بكرة وبعده انتخابات مجلس الشيوخ في مصر طبعا كل الدولة بكل مؤسستها بتبقى حريصة جدا أن هي تقدم للمواطن أو الناخب كل ما يتطلب أن هو يضلي صوته بحرية تامة وكمان بوجبات احترازية قوية جدا داخل اللجان الانتخابية ما حدش ينفع يدخل اللجنة غير بالكمامة غير بالكمامة هيتوفر في اللجان كحول اللي عاوز يطهر باستمرار سواء هو داخل أو خارج طبعا الأمن زي ما حضراتكم عارفين يعني كل معتاد في اللجان الانتخابية هيزيد عليه دلوقتي في اللجان اللي هي الواجبات الاحترازية سواء للمواطن اللي هيضلي بيه صوته أو داخل اللجنة للسادة القائمين على العملية الانتخابية ما حدش ينفع تضلي بيه اسمك داخل أي لجنة لازم في اللجنة المحددة لك برضو من الحاجات اللي ألوهنة أنت بتختار مقاعد على حسب أو على عدد المقاعد المتوفرة للدائرة اللي أنت بتنتخف فيها أنت بتنتخف بالقاهرة ليك عدد معين من المقاعد بتختار ما بتختارش أكتر أو أقل منها بالتوفيق يا رب وإن شاء الله يكونوا يومين يعدوا على خير إن شاء الله يعدوا بكل خير